السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده التوتوريال الخامس من التوتوريال من التوتوريال السي بروغرامنج النهاردة هنتكلم عن الفستاتمنت الفستاتمنت من معناه هكذا في الانجليش لو احنا بنتكلم بنقول مثلا جوم الانجليز عادي مثلا إذا احنا بحق مثلا اللي بيحصل ان بالمنطق بيشوف الخامسة لو اقوى الخامس لو الانجليش بخامس هيعاكن الجملة دي كلها مش موجودة وهيكمل عادي فنترجم الكلام ده كي في السي اول حاجة مثلا نعرف نعرف let me اقوى 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 نورد فرق اقوى الوقاة الدراكن الوقوى دي حاجة اسمها حاجة بتعمل assigning يعني بتassign الخمسة دي للx للvariable اللي اسمه x فدي مش معناها يعني احنا مينفعش ناكت مثلا 5 equal x يعني الكلام ده مينفعش في السي فعشان نتشيك عشان نخلي variable equal equal رقم ان نتشيك يعني هل يقوم الرقم ده ولا لا بنستخدمهم حاجة double equal زي كده equal equal فfx equal equal 5 ده بيتشيك لو ال x بخمسة ولا لا تمام اللي يحصل نقول له print طيب عشان ده بصاح قوي بنفتح كل بريس ونقفله تمام زي في المين كده نقول له مثلا printf x equals خمسة equals خمسة تمام طيب و بعد كده نكتب printf program has finished اه طيب اه طيب get sure بالكلام ده مانا ايه ها هي تشيك هل x بخمسة ولا لا هايطلع ايوه حيال x بخمسة هيكتب x equals 5 ودى السطر يمتلك فايدته فيذجه و عندما يهتم باكوانه يقوم باكوانه سوف نغطيب خلص و فيكم الأبداف سوف نغطيب خلاص الصبع سوف نضع لابطريكة لو اديانين باكوانه بالنسبة لكي يكون نموت باكوانه سوف نحن under X 5 ثم لأ سيكتب كل الكلام ده هيعدي الاخر ويكمل من بعضه يعني هيكتب طيب افرض احنا مثلا عاوزين نقوله ان لو الاكس بخمسة هيعمل حاجة طيب لو الاكس مثلا لو مش بخمسة يعمل حاجة تانية طيب نقوله في حاجة مع ال if بتبقى اسمها else هو if و else طيب لو الاكس بخمسة هيكتب x equal 5 طيب else لو الاكس مش بخمسة هيكتب print if ونقول مثلا x is not equal to 5 ماشي طيب اللي هيحصل ان الاكس بخمسة هيكتب x is not equal to 5 ويقول program has finished طيب عاوزين نقول له مثلا لو الاكس بخمسة اعمل كذا طيب لو الاكس بخمسة اعمل كذا لو الاكس بخمسة اعمل كذا لو الاكس بخمسة اعمل كذا لو غير كده اعمل x is not equal to اعمل اعمل حاجتها ثالثة هنعمل حاجة اسمها if بعد كده نكتب if else sorry else if طيب ونكتب برضو condition عادي زي الاول لان هي بظافة هي قبلها else طيب هنقول له مثلا x equal equal 4 ونقول له printf x equals 4 طيب وغير كده x is not equal to 5 or 4 طيب هنا المفروض هيقول ان هي بربعة ويقول program has finished طيب طيب الفرق بقى ان احنا بين ان احنا نعمل كده وان احنا نعمل كده ايه if اه كده ده هي if statement الوحدها ملاش اقبل بقية d if و else مرتبطين ببعض بمعنى ان يعني لو هي else if كده بقى d if else if else كله تلاتة حاجات ده مرتبطة ببعضها طيب هتباني ازاي بمعنى ان احنا نخلي condition ده مثلا if x اقل من او يساوي 5 طيب اللي احسن ان x بربعة يعني لو x اقل من او يساوي 5 هيقول له x equals to 5 طيب else if هو كده خلص خلص الكلام ده مفيش بقى else مش هيبص على else ولا على else فاللي احسن يقول x equals to 5 وهيقول program has finished تمام مع ان x بربعة دي بيتحقق بس هو ما بصروش لانه هو خلص اول واحد ومش هيكمل طيب لو شلنا بقى else بقى f تانية عادي لا يحسن الاتنين هيتنفزه لان دي بقى تديه حاجة الوحدها ده condition لوحده وده condition لوحده ال if وال else تابعوا تبقى وطبع بعض ويجي الوحدها فاللي احسن انه هو يقول له x equals to 5 x equals to 4 نخليها لازلين عشان بصح تمام x equals to 4 ويقول program has finished وهنا ننفز الكل conditions فده الفرق من انك تعمل if و else if او if تانية طيب الحاجات اللي احنا ممكن نكتبها جوه ايه هي equal equal تمام او اقل من او اكبر من او اقل من او يساوي اكبر من او يساوي في حاجة كمان اللي هي نوت equal يعني لو ال links مش بخمسة والنوت ده بيشغال في اي حاجة بيتكتب بعلمة التعجب وكده احنا خلصنا ال if statements موسيقى